بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله طلاب العزاء هنبدأ اليوم في الفصل الأول اللي هو رح يتكلم عن مقررنا كمفهوم وطبيعة وبعض التفصيلات الأساسية في هذا الموضوع وطبعا هون التوبيكس أو البوينتس اللي رح نمر عليها في هذا الحوار من عناصر من تعريف البيانات والمعلومات والمعرف ونفرق بياناتهم نعرف كمنظومة نظم المعلومات الإدارية نحلل هذا المفهوم نشوف مفهوم النظام وأحكامه وتصنيفاته ونماذجه إلى آخر هي اليوم احنا مقررنا نأخذ تقريبا من 1 إلى 28 حتى نكون بالتوازي مع الشعب الأخر وسبق وحكيت لكم أنه مصطلح نظم المعلومات الإدارية ترى مصطلح مش سهل يعني أنت بتتكلم عن 3 مفاهيم وكل واحد عبارة عن بحره أو عالم من التفصيل فنظم عالم معلومات عالم وإدارية عالم آخر وإدارية عالم آخر طيب الآن هنبدأ بداية بزي ما بحكوها تعريف نظم المعلومات الإدارية الآن خلينا أتكلم عن قضية بسيطة جدا أني أفرق ما بين نظام معلومات إدارية وأنظمة أخرى الآن أنا في عندي نظام معلومات إدارية نظام سياسي نظام اقتصادي نظام اجتماعي نظام إنساني فكل واحد مربوط مع التعريف الآخر اللي معاه لكن لما أبدأ أتكلم عن نظام فأنا لازم أفهم إنه النظام عبارة عن مجموعة من العناصر اللي بطبيعتها بتشطل بميكانزم معين وبآلية معينة مترابطة مع بعضها البعض حتى تحقق لك هدف معين يعني هذا الأساس إنه في عندي مجموعة من العناصر هذه العناصر اللي راح تشتغل بديناميكية معينة ومنهجية معينة حتى تعطيك بالنهاية إيش؟ هدف واضح ومحدد وهذا الهدف لازم يكون يطابق الهدف اللي انت بالبداية حاطه وراسمه اللي احنا بنسميه بسموه expected output أو اللي بسموها النتائج المتوقعة فأنا لازم يكون لدي النتيجة النهائية تشابه النتيجة المتوقعة عشان هيك بيكون عن وضع سليم إذا كان اختلاف المتوقع عن الحقيقة فأنا في عندي مشكلة معينة طيب فعندي نقطة مهمة لازم نعرفها إنه المعلومات اللازمة لغرض دعم الوظائف الإدارية في المنظمة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وراء وقابة وبغرض دعم عملية اتخاذ القرارات الإدارية شو المقصود بهذا الحوار البسيط؟ موضوع اتخاذ القرارات الإدارية موضوع مهم جداً لأنه أنا حتى أتخذ قرار يجب علي أن يكون عندي معلومات سليمة فهذه المعلومات إذا ما كانت سليمة قراري خاطئ وطبعاً قبل المعلومات بيكون في عندي بيانات لأنه بالبداية بيكون في عندي بيانات هذه البيانات يجب أن تكون حقيقية من مصدر موثوق حديثة ما فيها تغالط حتى أنه بعد ما أعالجها وأحصل على معلومات أستخدمها أتأدي إلى تحليل جميل جداً وسليم وبناء على هذا التحليل أقدر أصدر قراري فأنا أصدر القرار وبتساعدني هذا الموضوع بإصدار القرار لما تكون بيانات سليمة 100% لما تكون بيانات سليمة 100% قراري سليم 100% هذا بالنسبة لموضوع اللي هو عملية اتخاذ القرار وعلاقتها في موضوع البيانات والمعلومات طبعاً وهذا تفصيلي للتعريف إنه عندي أنا مجموعة من العناصر هاي العناصر اللي بتسطل مع بعض بتسطل مع بعض العناصر حتى تجيب لك البيانات أوكي تسترجع البيانات وتجمع لك البيانات اللي أنت بدك تستخدمها هذه البيانات يا سيد العزيز أنت طبعاً راح تعملها معالجة حتى تتحول من بيانات إلى معلومات من شيء مجهول إلى شيء معلوم بتخزنها في قاعدة البيانات وبعدين بتصير تسترجعها وتجيبها بالطريقة اللي أنت بدك إياها طبعاً لما تكون موجودة داخل قاعدة بيانات تقدر تتفاعل معها تفاعل بسيط جداً كواجهة وتعمل كليكس زمان كانوا أبهاتنا يروحوا على المركز الصحي يقعد الواحد فيه ثلاث ساعات لحتى الموظف يعطيه الفايل تبعه لكن الآن لما يصار كل شيء كمبيترايز عن طريق الرقم بيقدر يعطيك الملف تبعك بكل بساطة يعطيك الملف تبعك بكل بساطة فهذا هو التكنيك الصحيح والسليم هاي العناصر لما بتجيب للبيانات وبتجمعها هاي البيانات أنا لازم أحللها وأعالجها وأخذ زنها وأسترجعها لما بدي أستخدمها أو بدي أسترجع حتى أقدر أصدر قرار لكن بالنهاية لازم تكون من الأساس عند البيانات سليمة وصحيحة مئة في المئة مئة في المئة تمام طبعا زي ما حكينا راح نمر في هذه المفاهيم الثلاثة على رواق ونبدأ بقضية بسيطة جدا أنا عندي إشي اسمه بيانات ومعلومات ومعرفة لازم أنا أفرق بين هذه الأمور الآن راح أتكلم معكم باسترسال وممكن هذا الشيء غطي السلايدز اللي بعديها فلو إذا أجل أتكلم عن وضوع البيانات فالبيانات يا جماعة هي العنصر الخام الخالي من أي معالجة الخالي من أي معالجة يعني ببساطة هذا العنصر أنا أجيبه بكمية كبيرة جدا مش معروف شو هو بتخضع العمليات معالجة حتى تصبح من مجهول إلى معلوم حتى تصبح من بيانات إلى معلومات لكن المعالجة تختلف هون من ناحية شو نوع البيانات لأنه بيانات الفيديو تختلف عن بيانات الصوت تختلف عن بيانات الأرقام تختلف عن بيانات الصور وكل نوع إليه نوع معالجة كل نوع إليه نوع أو معالجة خاصة فيه والمعرفة تجيشوا بطب الهرم لأنه المعرفة بالنسبة لإلكم يا جماعة هي Future تعرفوها أنه المعلومات ولكن باستخدام المعلومات بطريقة فنية يعني إنسان بكون فيه عنده بيانات العنصر الخام تتعالد بتصير معلومات واحد عنده معرفة هذا عنده معلومات بس بيتفنن فيها وبيستخدمها بطريقة متقدمة أكثر وبتلاحظوا لما كنا نقعد بقعدات وجلسات وبتعرفوا أنه واحد فيكم بيكون قاعد إذا حكيت بالسياسي بيحكي إذا حكيت بالاقتصاد بيحكي إذا حكيت بالفن بيحكي إذا حكيت بالرياضة بيحكي تحسوا بيعرف إيش؟ تحسوا بيعرف معلومات كثير عن كل شيء طبعا هو بيعرف على أقل معلومة واحدة عن كل شيء لكنه ما بيعرف كل شيء عن شيء واحد هذا كبصير عالم هذا كبصير عالم فالقضية إنه بالمعرفة هون أنت بكون عندك طريقة استخدامك للمعلومات فيها شوية احترافية وفنية والمعرفة هون بتكون هي عبارة عن الخبرة يعني اثنين بكالوريس بشتغلوا في بنك واحد موظف عادي واحد سوبرفايزور طب ليش سوبرفايزور وهذا بكالوريوس وهذا بكالوريوس واحد موظف عادي واحد مشرف الفارق إنه في عنده هذا خبرة إذا هذا عنده معلومات هذا عنده معلومات لكن هذا بيعرف يوظف المعلومات بشكل أكبر وأكثر هون بيجي موضوع الخبرة يا جماعة هون بيجي موضوع الخبرة ولاحظوا عندي أنا هون الارتفاع من الاتجاه للأعلى باتجاه المعرفة بالنسبة للقيمة والمعنى بيانات أقل متوسط معلومات معرفة أكثر شو السبب بسيط جدا السبب يا جماعة أنه كلما كان في رأس الهرم باتجاه رأس الهرم نطلع على فوق كلما بصير فائدة البيانات أكبر هون مجرد خالية من أي معالجة مبهمة تتعالج بصير قيمة أفضل وأكثر تصبح معرفة وخبرة بصير قيمتها أفضل وأكبر أفضل وأكبر من مجهول لمعلوم من مجهول لمعلوم وطبعا كل هذه تعريف للبيانات وباختصار عن أنت لو حكيت أن البيانات هي عبارة عن العنصر الخام الخالي من أي معالجة فحل لك صحيح لأن كل الطرق تؤدي لروما بمعنى إيش؟ بمعنى أنه هذه كلياتها جمل سليمي وأنا ما بطالبك بجمل حرفية أنت بتعطيني الزبدة بس خلاص البيانات هي عبارة عن العنصر الخام الخالي من أي معالجة وفي تعريف كثيرة جدا لاحظ كلها نفس المعنى فلاحظ عندي أربعة وستة وعشرة هذول أرقام هاي بيانات تلا معلومات إشي مش مفهوم فإذا أكيد هي بيانات لاحظ هذول شو هم هذول مو معروف كليات هاي بيانات لأنها أرقام وليس وليس أي معنى لكن لو كتبت وصف على هذا الرقم وكتبت لك أنه هذا مثلا عداد الكهرباء وعداد المي خلاص أنا عالجت الموضوع أصبحت معلومة لأنني ضفت توضيح على هذا الرقم معناته أصبح من مجهولة معلوم لكن لغاية الآن هذا عبارة عن إيش بيانات وهذا تعريف آخر للبيانات نفس المبدأ بالإضافة لإيش بالإضافة لأبعطيك مثال أنه حتى بناسا الأخمار الصناعية ناسا لما بيجيها الإشارات من الفضاء تيجي بشكل أصوات وإشارات وشغلات غير وارحة جدا لكن تدخل في معالجات كثيرة هذه الإشارات حتى تصير شغلات مفهومة ومفيدة وبيقدروا يشتوعبوها بيقدروا يشتوعبوها المعلومات شو حكينا باختصار المعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها إذن العنصر المفهوم الذي تمت معالجته هو قابل وصالح للاستخدام وقابل وصالح للاستخدام وطبعا بكل بساطة في جزئية معينة المعلومات البيانات التي خضعت للمعالج والتحليل والتفسير في سياق معين بهدف استخراج المقارنات والعلاقات التي تتربط الحقائق والأفقار بمعنى إيش؟ بمعنى تمت معالجة هذه البيانات حتى أنا أقدر ستفيد منها بأشياء أخرى بأشياء أخرى بيجي بقولك لماذا القرار الإداري يحتاج إلى معلومات ليس بيانات لأن البيانات مبهمة ليس مفهومة فأنا لازم أعالج هذه البيانات وتصير معلومات ساعتها أنا أقدر أتخذ قرار الإداري الصحيح وهذا شيء طبعا يزاعد على ترابط بين المنظمة والجمهور لماذا؟ لأن البيزنس أساسها أنا أكيد أهتم بجمهوري والمستفدين حتى أنجح وأربح طبعا هذا يعتمد على نوع المنظمة يا جماعة المنظمة طيب الآن شوفوا كيف أنا هون ضفت توضيح وإشارة إذن أثبتت أن هذا أو وضحت أن هذه عملية جمع فأصبحت عندي إيش معلومة وهذا وضفت هون توضيحات لهذه الأرقام فأصبحت معلومات أصبحت معلومات يا جماعة أصبحت معلومات وعندك هنا أمثلة كثيرة جدا على موضوع المعلومات يعني أنت لو بتشتغل بشركة وبتشتغل ساعات إضافية فأنت عندك علم أنه اليوم أو الشهر هذا عندك أربع ساعات إضافية فأنت عندك معلومة أنه أنت نفسك اشتغلت أربع ساعات إضافية بس بالنسبة لموظف المالية الأربع ساعات هذول يعتبر بيانات يحتاجها في عملية حسبة مصرياتك فرح الأربع معلومة واضحة ومهمة أنه هذه هي ساعاتك رضافية التي تعملت فيها وهذا النظام الصحيح والحقيقي لأغلب العمليات في الحياة مدخلات معالجة مخرجات بيانات data عمليات processing ومخرجات information طيب يأتي واحد سؤال يسألك لماذا هنا يوجد دوران دوران شو السببب قلنا مدخلات معالجة مخرجات المخرجات هون أنا بحللها بعد حللها بشوف الوضع تمام بصدر قراري قراري بيعتمد على أني أطبق شيء معين أفتح مول أفتح سوبر ماركت أشته البضعة المعينة أفوت في مشروع طيب بعدين النتائج التي صارت عن هذا الموضوع سيطلع في نتائج معينة النتائج هي ربح خسار تطوير هذا كل يرد يدخل في مرحلة التحليل وتطلع لك بيانات وتعالج وتعمل معلومات وهكذا يا جماعة وهكذا وهكذا هذا هو لا نهائي لا نهائي الموضوع طيب في شيء مهم يجب نعرف البيانات ذات قيمة ويجب الاستفاد منها لأقصى حد ممكن طبعا بعد معالجها لكن البيانات أنا المفروض أتأكد من صحتها وسلامتها ومصدرها وصلاحيتها وطبعا لازم تكون عندي متاحة لإنتاج المعلومات ومعالجة البيانات تتضمن كيف أكيد أنا أبدأ أجمع البيانات وبدأ أخزن بقاعدة البيانات وبدأ أعدل أحتاج أني أعدل أعدل ممكن فيه شغلات أستطنيها أراجع صلاحياتها أكون قادر أني أسترجع البيانات وقفنا بدي إياها وأنسخها وأنقلها وأننظمها وعملها حماية من التغيير أو التعديل بالنهاية هذا كله بتم من خلال DBMS Database Management System نظم دارة قواعد البيانات اللي بتمكنك أنك تعمل هاي العمليات على البيانات لأنه أنا البيانات بجيبها كم عدد كبير جدا هذا العدد أكيد رح حصلتني نصه فيه شغلات ملاهاش علاقة بالموضوع فيه شغلات منتهية فيه شغلات كده فهذا معلوم العمليات اللي ممكن تصير على البيانات في قاعدة البيانات وطبعا نحن نعرف أنه البيانات زي ما قلنا لكم عنصر خام المعالمات بيانات تمت معالجتها إلى آخر وطبعا فيه شغل اللي بدك تعرف أنه المعلومة اللي بتكون عندك جديد ممكن تكون قديم عنده آخر والمخرج تبعك مدخل لواحد آخر والمدخل تبعك مخرج لواحد آخر وهكذا عشان هيك بصير عملية تناقل المعلومات هون نحن نحن نركز على موضوع المعرفة التي أعلى قيمة من معنى وقيمة عادية لأنها نتاج الخبرة لأنه أنت توصل المعرحلة في المعرفة واحد ليش عنده تكنيك وعنده مهارة استخدام المعلومات بشكل أكبر من واحد ونحن دائما نقول الناس مستلساوون في عقولهم لكن يختلفوا في كيفية استخدامها يختلفوا في كيفية استخدامها يا أصدقائي طيب هذه أمثلة على المعرفة فيكم تقرؤوها بشكل بسيط جدا نحن هنا موضوع النظم الآن النظام بشكل البسيط يستخدمه الكثير من الناس بصورة المطلقة والعمومية يتوجب استخدام هذه المفاهيم في مواقفها الصحيحة والدقيقة ليش أنا لما أجي أقول نظام أنا أركز ما هو نظام إيش نظام كلمة عامة لكن لما أجي أربطها بمفاهيم أخرى لاحظ في عندك إيش نظام فيزيائي اقتصادي اجتماعي معلومات أنت سؤل فطبعا كلمة نظام متشابهة لكن استخدمت في اختلاف وصياق آخر فلازم تحدد نظام شو حتى تقدر تميز بيناتهم والنظام ككل عناصر تشطل بميكانيزم معين حتى تعمل لك إيش مخرج معين حنوقف لهون زي ما وقفنا مع الشعب الأخرى يعطيكم ألف عافية